في موضوع آخر الآن تكبد العديد من الفلاحين خسائر كبيرة بعد الحراق الأخيرة التي تم تسجيلها بولاية بومرداز فغياب ثقافة التأمين حرمتهم من الاستفادة من أي تعويضات أحمد بطافي فصل أكثر في هذا التقرير ما ترونه هي مخلفات الحريق المهول الذي سجلته ولاية بومرداز أتى على مساحات كبيرة للأشجار وباعتبار أن المنطقة جبالية تشتهر بزراعة أشجار زيتون والكرم فقد أتت ألسنة النار على عدد معتبار منها المساحات التي كان فيها الحرائق لم يكن فيها زرعة مكثفة فيما يخص الفلاحة إلا أنه كان هناك أشجار زيتون خاصة وبعض أشجار الكرم الفيجي الخسائر التي تكبدها الفلاحون لن تعود باعتبار أن جميع المحاصيل والنشاط الفلاحي غير مؤمن ما زاد من خسائرهم أحد يروح يسوري يسوري طنوبين نتعوا يسوري على روحو يسوري على السيارة نتعوا لأن هذا هي الأسورانس إذا كان الأسورانس سننسوري غير على النار لأن النار بالك يجي من رفع الإشكال مطروح خاصة على مستوى الفلاحين للكثرة الكثير منهم لا يرفضوا بلا بزال لا يتقبلوا فكرة أن التأمين شيء مهم وضروري مثلاً كناخدوا الكاهدات على بيكولتر على المربي النحل وكان ره در تأمين ممكن الأسورانس والأسورانس عوضلوا نسبة معينا لحسن الحد أن النيران كانت بمناطق جبلية بعيدة عن حقول القمح ولعل الحادثة ستكون بمتابة استفاقة للفلاحين لتأمين نشاطتهم